بسمياً الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 ينطلق بعد أسبوع من الآن اشتركوا في القناة المصري المحترفة أعلنت اليوم انطلاق الدوري الممتاز يوم الـ 18 سبتمبر أملاً في بطولة منتظمة وسط كثير من الارتباطات على مستوى المنتخبات والأندية محتاجين نشوف كورة حقيقية ولعبين ومدربين جيدين محتاجين حكام متطورين حكام عادلين بأخطاء قليلة محتاجين هدوء من الجميع بعيد عن المشاحنات والبيانات احنا نستحق يكون عندنا أفضل دوري في القارة والمنطقة العربية موسيقى 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 يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 الدوري خلص ودوري جديد جاي جاي إمتى؟ جاي بعد أسبوع نحن القرق بكرة وبعدها بإسبوع على طول الدوري هنطلق إن شاء الله دوري بإذن الله بإذن الله نتوسم فيه إنه يبقى دوري موسير جداً على مستوى أحداثه الرياضية هادئ جداً على مستوى ما هو بعيد عن الملعب يبقى الأمور هادية آه جيد من اللاعبين نشوف لعبين مستواهم عالي عشان خاطر منتخبنا الواطن وعشان خاطر بالتأكيد أندياتهم مدربين متطورين عندهم شغل محترم شغل فني كويس ما يبقاش فيه كل شوية كل يوم والتاني تغيير في مدربين ومدرب راح هنا والحاجات اللي انتو بتشوفوها كل شوية واحد يروح هنا والتاني يروح هناك ونفضل نلف حوالي النفس الدائرة اللي مور تبقى هادية مستقرة الإدارات تبقى إدارات وعية إدارات محترفة ما تجيبش مدرب وتمشي على طول تدعم الفريق لما تشتري لاعب بفلوس كتيرة أوي تبقى أنت عارف أنك هتقدر تسدد الفلوس بتاعته في تفاصيل كتيرة أوشي أهمها طبعا طبعا تحكيم لابد أن يكون التحكيم المصري في أحسن حال وبالمناسبة وإنتو عارفين دا عني وهكرره تاني أنا من الناس الداعمة بحق للتحكيم المصري أنا بشوفه تحكيم جيد والدليل أن حكامنا المصريين موجودين في أحداث رياضية كثيرة على المستوى العربي والمستوى الأفريقي وإن شاء الله نقبل يبقى على المستوى العالمي بشكل أكبر تحديدا في كأس العالم عندنا حكام بس إحنا مشكلتنا بتبقى في إيه؟ حجم التطور بتاع الحكام دا حجم المساعدات للحكام يعني إيه حجم المساعدات للحكام يعني نحط الكاميرات في أماكن معينة عشان لما الراجل بتاع البار يبص يعرف يشوف كذا إعادة لما الحاكم يبقى عنده مستحقات مالية ياخدها ما تتأخرش ستة وسبع وعشر شهور لما حد يطلع يهاجم حكام أو ينتقدهم أو يهاجمهم بشكل مسيء يبقى فيه عقوبة على البيوسيء دا لازم بقى التحكيم كمنظومة نحميها وتحمينا نحميها وتحمينا ندعمها ونساندها بس ما يبقىش فيه أخطاء بينكم سين كده بتبقى أخطاء سازجة يعني أحيانا بيبقى فيه أخطاء سازجة الأخطاء العادية أنا آسف ما يبقىش فاهم في الكرة اللي يتعامل معاها إنها حاجة كبيرة ليه؟ الأخطاء العادية دي بتحصل في كل دوريات العالم بما فيهم الدولة الإنجليزية أهم دوري في العالم لكن فيه أخطاء بتقعب تضرب كفة على كف في إزاي يا جدع مستحيل الكرة 100% ضرب الجزاء وفيه فور مثلا في المية تسلل مثلا فيه أخطاء كيف تبقى تدايق فيه أخطاء بتبقى في القانون يعني فيه بعض الحكام بس دي حالات ندرة جدا في القانون ما بيطبقوش القانون بشكل سليم دي حاجات ندرة بس في المجمل حكامنا فعلا كويسين نحميهم 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 بكارات راضعة للي يهجمهم أو ينتقدهم أو يسيء ليهم نحميهم بإمكانيات نحميهم بمستحقات مالية نحميهم طول الوقت ده رأيي في موضوع التحكيم أنا لأ بشوفه دايما هو أهم عنصر في منظومتنا عشان عليه بنقعد نبني حاجات بقى اللي عايز يكمل الدولة يكمله اللي عايز ينسحب ينسحب اللي عايز يدي مبرر يديه لنفسه يعني يقول لك أسوالحكام هم اللي كانوا وحشين وأنا في القيتي زي الفل وتبقى في القيتي مدرب سيء ولعبين مش مركزين وكل حاجة بس يقول لك التحكيم هو اللي خسرنا مثلا يعني فلازم الأمور دي تبقى جيدة الموسم الجاي إن شاء الله في نقطة مهمة جدا في نقطة مهمة جدا بمناسبة التحكيم بس قبل ما نروح للنقطة المهمة الاتحاد المصر الكرة القادمة أعلن اليوم تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة طبعا بريرا اللي إن شاء الله تبقى لجنة محترمة فيتور بريرا من الناس اللي بيكلموا يعني الحكام بيكلموا عنه كويس يعني راجل بيشتغل فيتور بريرا رئيس اللجنة الأعضاء حمدي القادي الأول نائب نائب رئيس اللجنة كابتن محمد فاروق والأعضاء حمدي القادي مجد رز أحمد الساهر سعيد عبد الغفار أحمد جرحي مهنة دابة وقل صباغ محمد فرج والتعليم والتطوير أحمد أبو العلا محاضر محمد أبو خاطر معد بدني طريق سامي ومحمد حسن ومريم شحاتة معد بدني وفي العمليات فريد سلطان وأحمد فاروق وشادي مصطفى للتشكيل لجنة الحكام وكان فيه أسماء طبعا هلقكم سمعتوا عنها بتتردد كثيرا يعني ده سيبولي دي بقى عشان دي هتكلم عنها بعد لحظات بس هرجع لك تاني إحنا دلوقتي اللجنة كان فيه أسماء مرشحة لها كان مرشح الكابتن سمير محمود أثمان وكابتن سمير أثمان كان حابب يبقى رئيس لجنة مش حابب يبقى نائب أو عضو فما بقى إش موجود الكابتن جياد جريشا أيضا كان من الأسماء الكبيرة المرشحة لهذه اللجنة وأيضا مش موجود طيب الراجل بريرة بيتور بريرة بيعملين حاجة حلوة دلوقتي ركز معاه فيها عشان هي حاجة مهمة جدا جدا الراجل بدأ يصنى في الحكام بدون زعل عشان زمان ما كانتشفيه تصنيف الحكام ده عشان الناس بتزعل بقى ويقولك أنت حاسبني حكم ممتاز وده حاسبه حكم درجة تانية احنا كلنا حكام وبتاع لأ زي ما كل مكان في العالم بيعمل كده في حكام صفة أول في حكام بتوع دوري ممتاز وفي حكام بتوع درجة تانية وفي حكام بتوع درجة تالتة بالمناسبة هو اقترح ده كان في بعض يعني المناقشات في هذا الأمر ولكن الراجل في النهاية خد قراره بقى عندنا حكام صفة أول مين حكام الصفة الأول اللي هم الأسماء اللي هتدير مباريات الدوري الممتاز والبطولات ليه زي كاس مصر وكاس الرابطة والكلام ده كله حكام الصفة الأول هقولك أسماءهم عشان انت مش هتشوف أسماء مثلا إيه يعني يجي رئيس اللجنة يقولك إيه ما تيجي نجامل بقى الحكام الفنية دوت يعني إيه مطش بسيط الاهل بيلعب فرقة من درجة تالتة في كاس مصر ما ياخد المطش ده لا ما فيش الكلام ده في حكام ممتاز الدوري الممتاز حكام الصفة الأول مين هم الأسماء اللي هتسمعها دي هي دي بس اللي هتحكم في الدوري الممتاز تعال نشوف الكابتن إبراهيم نور الدين الكابتن أحمد غندور الكابتن أمين عمر الكابتن محمد عادل الكابتن محمد معروف الكابتن محمود البنة الكابتن محمود ناجي ودول الحكام الدوليين دول حكامنا الدوليين دول حيحكموا دوري ممتاز اللي جايين دول برضو حيحكموا دوري ممتاز الأول حكام الدولين جمعهم الفيفا عشان هما حكام دوليين واللي بعديهم سي وان اللي هما حكام الصف الأول بس هما مش حكام دوليين مين هما؟ كابتن إبراهيم محمد إبراهيم الكابتن أحمد جمالي الكابتن أحمد حمدي كابتن السيد شعبان كلهم بقى مع حفز الألقاب السيد مونير حسني سلطان حماد القلاوي خالد جمال الغندور صبحي العمراوي طارق مجدي عاطف حسين عبدالعزيز السيد محمد الحنفي محمد العتباني، محمد الغازي، محمد صباحي، محمد عباس، محمود الدسوقي، محمود باسيوني، محمود عشور، محمود ناصف، محمود وفا، مصطفى الشهدي، مصطفى عثمان، ميدو سلامة، نادر أمر الدولة، هشام القاضي، والفرحان، ووليد عبد الرازق تاني قبل ما تشيل اهو لسه هما نفس الأسماء واللي دول بقى حكام تقنية الفيديو كابتن إبراهيم نورديني، خلاص بقى مش لازم نقول الأسماء كلها، بس هما غالبا يعني قريبين من الحكام اللي فاتوا، بس في نقطة مهمة جدا هاتلي بس السورة اللي قبلها عشان أقول لكم حاجة مفيدة يعني إن الحكام اللي هيحكمه في الدولة الممتاز، اللي هم حكام المستوى الأول اللي قدام حضرتك دول ممكن يتم استخدام بعضهم في مباريات دول المحترفين اللي هو اللي تحت الدول الممتاز، اللي هو الدرجة التانية المستحدة نسموه بمجموعة واحدة يعني، دول ممكن يحكمه تحت، بس اللي تحت اللي هو المستوى التاني ما يحكموش أبدا في المستوى الأول إلا لما يتم طرقيتهم للمستوى الأول، ده على أساس إيه؟ يعني الأسماء دي تم اختيارها على أساس إيه؟ على أساس أرقامهم وعلى أساس المباراة اللي قدروها وإجازاتهم في المباراة الدية وخبراتهم في تفاصيل كتيرة تم وضعها لاختيار حكام المستوى الأول بالاتحاد المصري في لجنة الحكام دول الحكام اللي هحكموا الدول المصري، مش هتسمع بقى أسماء، اللي هو فجأة تلاقي حكة بيقولك إيه؟ ما نتديله الماضش ده، خلاص؟ دي نقطة مهمة جداً، وزي ما بننتقد كثيراً أيضاً نشيد بخطوات إيجابية خد بالك من الكواليس يعني، الاجتماعات اللي بتحصل في لجنة الحكام مع اتحاد الكرة أو مع الربطة الكلام اللي بيحصل إن إحنا عايزين نطور، إن إحنا عايزين أمور تبقى جيدة، إن إحنا عايزين يبقى مفيش مشاكل إن إحنا مش عايزين شكاوى كتير من الأندية، وأنا بقول شكاوى كتير ليه؟ عشان كتير ليه ما فيش شكاوى، ما فيش حد بيرضى، يعني حتى لو الحكم طالع من المباراة نسبة نجاح ومية في المية هتلاقي فيه منافس فرقة من الفرقتين يقولك لا الحكم كان نظدمي، بس على الأقل نبقى إحنا عاملين شغلنا أبتكلم على الحكام والكلام من اتحاد الكرة وربطة الأندية، فإن شاء الله أتصور ومتفائل إن إحنا نشوف مستوى جيد من التحكيم المصري في الموسم الجديد ومناسبة، كتير ليسا بقولكو إن حكمنا المصري حكم مطلوب في القرى الأفريقية وفي الوطن العربي وإن شاء الله على المستوى العالمي تبقى الأمور أزيد للفترة اللي جاية لتحضل أفريكا الكرة القدم، الكاف أعلن اليوم قائمة الحكام المرشحة لكأس الأهم الأفريقية 2023 ضمت كام بقى حكم المرشحة لسه مختروق ما دمش اختيار نهائي لكأس الأهم الأفريقية بس في ست حكام مصريين مرشحين في هذه القائمة الكابتن أمين عمر والكابتن محمود البنة والكابتن محمد معروف والكابتن أحمد حسام طاها والكابتن محمود أبو الرجال إلى جانب الكابتن محمود عشور على تقنية الفيديو في حاجة تفرح وحاجة تشرف وإن شاء الله على الأقل الأربعة منهم يبقوا موجودين ولو تلاتة برضو مش هنزعل في كاس الأهم الأفريقية اللي جاي بإذن الله يعني ده فيما يخص التحكيم وإن شاء الله نشوف الأمور جيدة الفترة اللي جاي بكرة القرعة قرعة الدوري المصري الممتاز وهقول لكم دلوقتي خبر إن شاء الله بكرة تشوفوه أو تسمعوه خبر حلو حلو يعني خلينا ناخد خطوة لقدام يخص الجماهير والحضور الجماهيري في مبارات الدوري الممتاز اللي أقول لكم ده مش نهائي بس مقترح وغالبا إن شاء الله بكرة يتم الإعلان عنه لما يحصل كل الموافقات المطلوبة يعني هم نتكلم إن مبارات الدوري المصري هيبقى مسموحة الحضوري الجماهيري فيها بحوالي أو مش بحوالي هو الرقم هيبقى كده يعني عشر تلاف مشجع عشر تلاف مشجع في مبارات الدوري المصري سالفات كنت تفتكره كان تلت تلاف للفريق الضيف وتلت تلاف للفريق المصدف إن شاء الله الموسم الجديد هيبقى فيه عشر تلاف مشجع في مبارات الدوري الممتاز أكيد أنا وحضرتك نحلم من الاستاذ يتملي بس هي خطوة بخطوة سنة بسنة وقدم بنخش لقدام يبقى الحمد لله ما بنرجعش الور الحمد لله فإن شاء الله جمهور يروح المدرجات المهم العشر تلاف دول يبقوا موجودين في كل مبارات الدوري عشان على فاكرة بيبقى فيه حتى الست تلاف بتوعسالي فالدول ما كنت أحيانا في بعض المبارات بكنتش بتلاقي ست تلاف بس نحب نشوف العشر تلاف في كل مبارات لو فيه استثنايات إن شاء الله يبقى فيه موافقات وقتها لمبارات جمهورية بين فريقين جمهورين نشوف ناخد خطوات بس الأدام أدينا مناخد خطوات فأنا عايزك ما تجيش تقول لي إيه عشر تلاف يا كريم ما قليل برضو لأ أدينا منخش الأدام أدينا منخش الأدام واحدة 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 وإن شاء الله الجماهير تمنى المدرجات كلها في المستقبل القريب بإذن الله كنت لسه بشيد بلجنة الحكام المصرية أتحدث عن خطوات إيجابية واضحة وملموسة إن شاء الله تترجم في أرض الملعب الموسم اللي جاي شفنا بعض الملامح وبعض البشاير الموسم الماضي خب بالك رغم مكان موجود من بعض المشكلات والشكاوة من الأندية والكلام ده كله بس الموسم اللي فات المشاكلة كيت أقلب كتير تحديداً مع نهايته أقلب كتير ممكن عشان المنافسة كي يبقى شوية بس برضو عشان ندي الحق لأصحابه الأخطاء قلت فيه أخطاء آه فيه أخطاء وليس كنت أقول لك من شوية الدول الإنجليزي بادئ أهو بقى له كم أسبوع وفيه أخطاء وأحياناً بتبقى أخطاء كارثية بتحصل بس المهم تبقى قليلة تبقاش كتير يعني معي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية كابتن محمد مشرف ومنور السلام عليكم كريم والله وحشني كتير جداً وعجبني كلامك المتازد يا حبيبي وحشني برضو يا كابتن محمد وعارف إن إحنا سهرناك أنت كان عندك مجهود كبير النهاردة بس بشكرك إن أنت داخل معنا النهاردة توضح كثير من الربع إزاي توصلته لهذه اللجنة وتوقعاتك لهذه اللجنة ونجاحها إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله يا كابتن أكيد طبعاً اللي جوه أو اللي بره كله يعني كله ليه هدف واحد إن هو يكون مصطحة التحكيم رقم واحد قدامه مش هيفرق تكون موجود في منصب أو بره أو بره ده هو الأخبار طبعاً الأسماء دي كلها طبعاً يعني كابتن أو مستر دريرة كان دي رأي الأول والأخير في إنتقاء هذه الأسماء وده لا يقلل من الأسماء اللي موجودة بره كلها شخصات كبيرة وشخصات عظيمة يعني هو اختارهم على أساسي يا كابتن محمد هل هو كايد فترات معايشة وخبرات ولا هو قعد معهم انتربيوهات وتكلم معاهم ولا يتم اختار الأسماء كلها زي عشاناً متوقع أنه أكيد مش شرط يكون عارف كل الأسماء يعني لا هو يعني أكيد قعد معهم كابتن طبعاً مرة واثنين يعني يعني أكيد قعد معهم مرة واثنين وفي الآخر خد قرار خد قرار طيب أنا من شوية كنت عرضت حاجة كابتن محمد وحايا بأنك تشرحها لي أكتر تصنيف الحكام يعني احنا نتكلم من كنت رسا عارف من شوية المستوى الأول تصنيف المستوى الأول ليه الحكام اللي هيديره إن شاء الله مباريات الدوري الممتاز ممكن تشرحها لي بشكل أعمق أو نفهمها بشكل أكبر يعني وعرضو هالي يا جماعة برضو كابتن محمد بيتكلم عشان نشوفها معا إن تصنيف الحكام هما ست مستويات فيه ثلاثة هيلعبوا في المناطق وفيه ثلاثة هيلعبوا مع اللجنة الرئيسية المستوى الأول والتاني والتالت المستوى الأول هي بتدور الممتاز المستوى الثاني هيبقى المحترفين المستوى الثالث الممتاز بات اللي حصل طبعا في التصنيف نزل اللي كان مرشح لأي تصنيف كان عبارة عن ترشيح فقط برضو عشان فيه ناس اكتكرت إنك مجرد ما بتروح تصنيف الدول الممتاز أو المحترفين أو الممتاز به أو القسم الثالث اللي هيتعمل له برضو نفس الكلام معسكرات هو ده عبارة عن ترشيح الترشيح ده يحتمل تلات حاجات إنك ممكن تروح المستوى الأعلى أو تبدأ في نفس المستوى أو تنزل المستوى الأقل ده بناء على اختبارات نظرية وعملية ودي المعايير اللي هو أكثر بذلك حاطتها في اختيار الحكام للمستويات طيب بطبيعة الحالة كابتن محمد أكيد فيه حكام زي عليت فيه حكام كان نفسها وفيه حكام عندها وطموه زي لعبت الكورة كده اللي بيبقى في الناشئين عايزة يطلع فريق أول واحد كذا يعني لو ما طلعتش بيتدهي إزاي بتعامله مع الوضع ده بعد الوقت أكيد طبعا نتقم ببقى أي نظام برضو بيطبع إيجابياته وأكيد بيطبع فيه تلبيات أكيد خلينا نتقل بمنتغى الصراحة ومنتغى الأمانة لكن أحنا يمكن قلنا أن نعمل مستويين تاني زيادة عشان أن في بعض الحكام ما لعبتش طب هو زنبو إيه ما لعبشي مثلا فإحنا قلنا للمناطق قلنا الحكم اللي عندك أو المساعدة كويس رشحوا وبعاتهم المعسكرين دول هتقدر توصل لبعض الحكام اللي انت ما شفتهمش أو اللي هم ما لعبوش قبل كده وده اللي احنا بدأنا نحط معسكرين زيادة دول عشان الحكام قل لي ما لعبتش ومناطق المناطق عندهم بتمايزهم أو هم مثلا على مستوى علي جدا ما احنا ما نعرفهمش دولها إلى الشحران ويكون في معسكرين 50 و50 بوقع 30 مساعد و20 حكم هيكونوا موجودين برضو من ضمن المعسكرات طيب واحدة من أهم الحاجات اللي كان عليها ملاحظات المسلمين اللي فاتوا يا كابتن محمد هي تقنية الفيديو وبعض الملاحظات هي ما لعاش علاقة بالحكام نفسهم ليه علاقة بالتصوير ليه علاقة بالكاميرات ليه علاقة بتفاصيل أخرى كثيرة وما إلى ذلك هل كلمتوا في هذه الأمور هل الأمور دي اتحلت ولا لسه بتتكلموا في هذا الأمر بحيث أن الحكام ياخدوا حقهم كمان في الملعب أكيد طبعا كابتن وحنا مش نمكن الخطوات دي كلها ويمكن في نفس التوقيت في معسكر معمول وفيه خدير موجود من خارج مصر وموجود بحكام تقنية الفيديو والمشاكل ينتم تتكلم عليها بي احنا فعلا في طريقنا إن شاء الله للحند حسنا نبدأ المسلم الجديد إن شاء الله ويمكن مش عايز أقول كل المساكل بالنسبة جدا جدا بيكون المساكل تم حلها طيب واحدة فضل فضل يا كابتن عايز سواء المساكل الإدارية أو الفنيات أي الإدارية دي بقى الحتة أو الجزئية بتاعت أنا كنت لسي بتكلم أعمله حلقة تخدش مش عارف سماته لا بس يعني أنا كنت بتكلم دايما إن إنا إحنا عشان يا جماعة نحاسب الحكم ونقول له أنت غلطان وأن إنت مش مركز وأن إنت عملت خطأ راجل دا لازم يكون واخد مستحقاته كاملة وما عندهش مشاكل في الفلوس أنا من زمان أنا متساوم من أيام محرك كنت بتحكمه من قابلك كمان دايما الحكم المصري مستحقاته متأخرة شهر وشهرين وعشرة وكثير هل الأمور دي ينفع يبقى لها حلول جزرية ونخلص منها عشان ما نسمعش دايما إن الحكام متضايقين وزعلنين طبعا أنا معاكن طبعا تحققهم ويمكن من الوقت اللي فاتي أنا كنت يعني متعطفاهم جدا لدي حقوق ناس يعني طبعا هذا الكرة بدأ يخل خطوات يمكن خلينا نقول إن خطوات متمثلة أولا في القسم الأول إنه هو الدور الممتاز أتوقع ليه خلاص انتهت تماما لأنه هيبقى فلوس راحة الرابطة ويبقى الصرف من الرابطة كل شهر خلاص بالمتشاط فأتوقع أن الدور الممتاز مشاكله انتهت لأنها بتفعل كلوش فيبقى القسم الثاني والثالث والناشئين أو بطولة الجمهورية دي اللي عنديها بتصرفها خلاص دلوقتي فإن شاء الله معدلات الموسم الجديد يبقى الصرف شهري سواء القسم الأول أو الثاني أو الثالث وده اللي نحن بنتكلم عليه من دلوقتي وده اللي احنا مش عايزين نقرر نفس التجرور تعالى الثالثات وتبدأ المستحقات شهر ورا شهر وشهر وفيقم التفجنة هي 30 مليون لو أخرت مثلا شهر أو شهر ونص بي كتير هتقدر ترمي الموضوع وده اللي احنا مركزين مع مجلس الدارة للتحاد بصراحة يعني كل الشوك في مجلس الدارة للتحاد السيد واريد العطار نازل كلها مصندة ومطار قوة ولسه السيد واريد كان وعد من حوالي أسبوع في معسكر الحكام معدلات الموسم الجديد ما بقى شيء أي حكم خالص ليه أي فلوس متأخرات لذلك دلوقتي فلوس الدارة مثل ذلك ما صرفتش وفلوس ربطة وبعض فلوس من القسم الثاني يمكن متأخرش مياه برضو فان شاء الله معدلات الموسم الجديد الحاجات دي كلها تنتهي ان شاء الله طيب فيه نقطة كمان وفرصة وانت معايا كابتن محمد نقطة تهمينا كمشاهد وتهمي طبعا كل جماهير الكورة في أوروبا مثلا وتحديدا في الجلترة الحكم لما بيطلع كات أحمر مثلا للعب ولا بياخد قرار ضد لاعب تمام اللعب ما يقدرش يقف معايا أكتر من 4-5 ثواني وبعد كده اللعب ده ما بعد المباراة بيتم إيقافه لأنه تأخر في الخروج تأخر في الاعتراض على الحكم تفاصيل كثيرة هل دي بتطلبوا من اتحاد الكورة أنه يحط فيها لوائح واضحة أو من الرطأ أو المسؤول يعني أنه الحكم يبقى محمي في أرض الملعب مش كل شوية واحد وفي مجموعة بتاقى تتلمى حواليه وما بيش حد بيحاسب حد يعني أنا بقولي من من دون التعليمات اللي تقالت في المعسكرات هتبقى فيه قوة أو مواجهة مواجهة مع اللعبين في كل الحداثة التي تتكلم عليها وفيه تعليمات أنه ما فيه قوة في اتخاذ القرارات وده عامة من اتحاد الكورة وده اللي احنا تتكلمنا معاه وده اللي احنا الفترة اللي جاي في خلال الأسبوع الجاي ده أن مصر بيجا يروح للأندية وهيتكلم معهم ويعرفهم عشان ما ينفجحش في الملعب أنه فيه مثل انزاراتي طارد فيه حاجات كتير جدا هتختلف على الموسم السابقة وهتكون فيه قرارات قوية داخل الملعب آه يعني فيه فيه توجه لالتزام كبير في أرض الملعب كابتان محمد نفهم كده صحيح فيه طبعا حضرتك إن شاء الله في خلال أسبوع هيعودوا في مصر بريدة باللجنة هنعود مع الأنبياء ويعرفوا التعليمات ويعرفوا عشان يبقى كل واحد عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه معبدالات الموسمي جدير وما بقوش فاهمين قرار الحكم هل بتروحوا تواؤدوا مع الأندية بتطبوا الأندية تيه تواؤد معاكم تواؤدوا مع اللعبين تبعادهم وحضرين يفاهموا ويشرحوا قانون اللعبة ولا ده ما بيحصلتش يا كابتان محمد لا في نفس القاعدة اللي أنا بقولك عليها مع الأندية آه ما قلتنا عشان ناعد نقول لهم إن فيه قرارات لا ما القرارات دي موجودة يعرفوا التعبيرات الجديدة وهنتكلم على القانون عشان برضو زي أنت ما قلت مم قدت اللي احنا تكلمنا عليها كلها ولي تكلمنا فيها ومصر تجري أكد عليها لازم يعرفوا القانون ولازم يعرفوا إلي ليهم وإلي عليهم ولازم يعرفوا على الأقل تعديلات اللي في تعديلات تبقى كل سنة بتبقى الأندية مش عارفة التعديلات دي كلها صحية وده إن شاء الله يتم برضو في القاعدة الأندية صحية صحية كابتن محمد أنا حقيقة باتمنى لك كل التوفيق بتمنى للجنة كمان كل التوفيق وحكامنا المصريني كابتن الكبير كابتن محمد فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا طيب ده أو دي جزئية جزئية الحكام وإن شاء الله تبقى الأمور جيدة الفترة اللي جاية في موقف ضريف بس قبل ما نخش على أخبارنا تفصيلا يعني النهاردة جازل طبي لمنتخبنا الوطني والطبخين والناس والأمور والتفاصيل يعني استقبله محمد صلاح بشكل محترم أنا بقول الجاستيب عشان طبعا الأكل لازم يقصحه وفيه تفاصيل معينة والطبخين طبعا هم اللي بيعملوا الأكل فاستقبله محمد صلاح أول يوم ينضم للمعسكر استقبله مباراة الدوري بإيه يا جماعة محمد صلاح بيحب بيأكل إيه يا جماعة جاهزه الكشري والحووش اللي بيحبه قاله تعالى بقى توحشنا خد كشري وخد حووش هو خبر ظريف بس يعني مش عشان ما أحدش يقولي يعني ما أهملت الخبر بس هو خبر ظريف إنه الرجل محمد صلاح في أكتر من الحوار كان بيقول إنه هو بيحب الكشري في أكتر أكلة بيحبها في الدنيا يعني فالناس استقبلوه النهاردة بالكشري والحووش وصلاح يعني باللهنا والشفة إن شاء الله في مباراة الدور بس ما يتقلش في الكشري وأكيد يعني هو ما يتقلش يعني مش محتاج نصيحات نحن محمد صلاح أكيد يعني طيب تحدي الكرة صرف مكافئة فوز منتخبنا الوطني في مباراة غينيا المستحاد دي أو المكافئات دي كانت متأخرة جدا مباراة غينيا بتوع تصفيات كأس الأهم الأفريقية وفقاً اللائحة القديمة كل لاعب في منتخب مصر خد مئة ألف جنيه مكافئة المباراة اللائحة الجديدة هيبقى فيها تعديلات وهيبقى فيها أرقام أعلى من كده اللي أحد اللي هو حاطتها روي فيتوريا وجهازه المعاون وإن شاء الله تبقى الأمور المالية في اتحاد الكرة وفيما يخص مستحقات اللاعبين والمدربين والحكام والتفاصيل كثيرة جدا يبقى فيها انفراج الفترة اللي جاءت اتحاد الكرة كان بيعاني الفترة اللي فات فيه الأمور المالية ده فيما يخص منتخبنا الوطني تعالوا نروح لأخبار النادي الأهلي طيب ده فيما يخص أخبار منتخبنا أما عن أخبار النادي الأهلي فالنادي الأهلي فيه الساعات اللي فاتت خد جواز الصفر بتاع الصورة بتاع جواز الصفر أنتوني مودست المهاجم الجديد خلاص الموضوع خلص خلص كلمة رسمية مش هقولها لما الأهلي يعني رسمية بس الموضوع الاتفاقات كلها خلص وراجع كان بيعمل كشف طبي النهاردة في سويسرا وكشف الطبي كان كشف طبي ناجح اللعيب جاهز ويجي بكرة كمان ويعمل كشف طبي روتيني آخر في مصر هيوقع أقوده ويقضي الأهلي جواز صفره وهيطلع له تأشيرة السعودية عشان يبقى في قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبة الأفريقي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله خلص اللاعب موجود مع النادي الأهلي في الوقت الحالي الأهلي بيقيد اللاعب في قائمة الفريق وخلص التسجيل هيحصل وهيكون موجود في مباراة السوبر طيب هيكون موجود في مباراة السوبر هيلعب ولاقة هيلعب ولاقة الله أعلم الله أعلم ده قرار مرس الكولور بس هو اللاعب هيبقى جاهز إنه يبقى موجود في قائمة الفريق اللاعب بلا إصابات خلال ساعاتها هيبقى موجود في مصر وزي ما تلكم هيجري كشف طب آخر روتيني هنا في مصر ويوقع عقوده ويتم قيده في قائمة النادي الأهلي وهيسافر مع الفريق إلى السعودية وقد يلعب مباراة السوبر يوم الجمع معام فريق اتحاد العاصمة لو مرس الكولور قرر ده طيب مبارح كان في مكالمة جامعة مرس الكولور مع مودست المواجم الجديد للنادي الأهلي مودست لعب أول مرة يخرج من أوروبا للقرار الأفريقية وكان خرج قبل كده للصين في موسم واحد ولكن أول مرة يلعب في القرار الأفريقية يلعب في الوطن العربي فالأجواء ما يعرفهاش مرس الكولور يتكلم مع مودست ويتكلم معاه عن الأجواء في مصر بشكل عام وقال له أن الأجواء في مصر هي أجواء عظيمة قال له أن النادي الأهلي هو نادي مصري عربي أفريقي ولكن بطباع واسمات أوروبية مش هيحس بغربة كبيرة مع النادي الأهلي تكلم معه عن بطولات النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي دوت معشوق عدد جبير من الملايين في مصر الده له حافز يعني وهو جاي ما يبقى أشقى الآن ويبقى إضافة للفريق ده أو دي كانت تفاصيل مكالمة مارس الكولور مع أنتوني مودست المهاجم الجديد للفريق طائم في استعدادات النادي الأهلي لهذه المواجهة مواجهة اتحاد العاصمة يوم الجمعة بكرة النادي الأهلي هيلعب مع طلاقع الجيش مباراة والدية قبل ما يسافر مباشرة إلى السعودية المباراة هو بيأمل فيها مارس الكولور أنه يحط اللمسات الأخيرة في تشكيل الفريق اللي هتلعب المباراة يوم الجمعة هو بكرة هيحط بقى لإيه الملمح النهائي خبالك المباراة يشتبقى مزاعة حتى يشوفها كعادة مارس الكولور ما بيحبش زيها المباراة الودية بس فيه نقطة فيه نقطة فيما يخص الاثنين مدافعين تعرفين طبعا محمود متولي عنده إصابة ياسر إبراهيم عنده أيضا إصابة بس هيقضع لفحص طبي خلال الساعات اللي جاية عشان يتم حسم موقفه نهائيا من مباراة السوبر اللي هبع عنده إصابة فيه العضلة الضمة الأقرب الأقرب إنه ما يلحقش المباراة ولكن ما نقدرش نقول إنه ما في المام شي ضحق المباراة أقرب إنه ما يلحقهاش طب لو ما لحقهاش هيبقى سنائي دفاع النادي الأهلي في مباراة الجمعة ومباراة الحد العاصمة محمود عبد المنعم ونايراب الربيع دول السنائي اللي هيبقى في خط دفاع النادي النادي نهاردة نادي أو نهاردة يعني النادي النادي سان جورج الأسيوبي منافس الأهلي في دول الاثنين وثنين بطولة دورة أبطال أفريقيا أعلن اتفاقهم مع النادي الأهلي اللي هو النادي سان جورج على خود مبارتي الزهاب والإياب في القاهرة مباراة الزهاب هتقام يوم 24 سبتمبر إن شاء الله على أستاذ القاهرة ومباراة الإياب هتبقى يوم 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر في مصر أيضا الاثنين هيتلعبوا في مصر كده دول الاثنين وثنين الأمور سهلة يعني سهلة إن شاء الله يعني وزي ما ترككم مبارح أو زي ما محمد جمال قال لنا مبارح برضو عشان نبقى أدى الاصحاب ويعني إن مودست مش هلعب أول مباراتين للأهلي في دول الاثنين وثنين بس بعد كده هيقيد في دول المجموعات اللي هو دول الستاشر في دوري أبطال أفريقيا مباشرة يعني دي أخبار النادي الأهلي ماذا عن أخبار؟ نادي الزمالك النهاردة في أسادسة مساء الأحد يعني أغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقارن لها إن شاء الله يوم عشرين أكتوبر المقبل اليوم شاهد تقدم عدد كبير من المرشحين هلا أقول لكم الأسماء الأسماء النهائية ترشحت لانتخابات نادي الزمالك يلا بينا على منصب رئيس النادي هقول من غير ألقاب يعني وما حافظ ألقاب كلهم أسماء كبيرة يعني حسين لبيب فاروق جعفر ماجد فاروق الحنبالي مرفت السيد أحمد عمر جلال هاريدي ده منصب رئيس النادي منصب نائب رئيس النادي هاني العتال هشام نصر وأحمد عبد الغني دور المرشحين لمنصب النائب أما منصب أمين السندوق فاروق شحلاء وحسام المندوه كريم عادل عبد المجيد سليم محمد قدري علي وخالد لطيف منصب الأضوية فوق السن أحمد سليمان هاني شكري هاني برزي عمر أدهم حسين السيد محمد طارق أحمد عفيفي هشام يكن شيرين الفي عبدالله جورج شريف إسلام رجب رواش أحمد فودا نصير حمدية كمال مروى أمير أمير الرفاء عفوا أشرف إمام عبد السلام مروى البروجي نجلاء ناجي أحمد عبادة سيف الإسلام محمد يوسف طارق عبد العال رفعت شبل وسامح سوني علاء مقلد وحاتم السيد ومصطفى عبد الخالق وهاني عيد والحسيني سمير ونجلاء خليفة وسيد متولدي أما منصب العضوية تحت السن ففي مرشحينهم رامي نصوحي أحمد خالد حسنين نيار الأحمر أحمد خالد الصادق أحمد هاني زادة علي العطيفي ياسمين الشريف إيهاب عسمة علي أحمد النمس محمد عودة هشام نصر إبراهيم وخالد منتصر الزياد لا تعليق فيما يخص الانتخابات في الوقت الحالي كل التوفيق إن شاء الله للجميع منافسة رائعة وجيدة لصالح نادي الزمالك هجمعين نادي الزمالك أنا بس هكرر اللي طلبته قبل كده نادي الزمالك طبعا يمر بأزمة مالية طبعا في بعض المشاكل الكثيرة في نادي الزمالك اللي جاي أهم حاجة بس من داخل الانتخابات تبع عارف إنك عندك حلول وعندك حافز وإنك تشتغل وعندك حماس إنك تشتغل لصالح نادي الزمالك مش مستحمل دلوقتي أي شخص ولو واحد بس في كل المرشحين أو اللي هيخشوا يعني ويكسبوا إن شاء الله إنه ما يكونش مؤهل أو ما يكونش قادر أو ما يكونش عايز أو ما يكونش مهتمة كل اللي هيروح يشتغل نادي الزمالك دلوقتي هو داخل في وضع مساه وأطلب من السادة المحترمين جميعاً اللي داخلين انتخابات نادي الزمالك اللي هيفوز منهم ما يجيش يقول الجملة الشهيرة اللي هي أنا جيت استلامت النادي ومليئة مشاكل انت نازل لانتخابات وانت عارف إنه في مشاكل يعني أنت عندك حل أو هتحاول يبع عندك حل فما تقودش همليش دعوة أهو انت نازل لو مش هتقدر وخلاص فيه غيري ويقدي كل التوفيق للجميع إن شاء الله تبقى انتخابات نازيهة ومحترمة وهدية وما فاش أي مشاكل وما فاش أي منوشات ولا أي حاجة المفروض إن كل الناس لين دول ناس بتحب نادي الزمالك فاللي بيحب نادي الزمالك سواء كان جوه بقى في مجلس الإدارة أو من برة يشتغل لصالح نادي الزمالك خلال الساعات اللي فاتت كان فيه محاولات من جانب نادي الزمالك مع المهاجم المغربي خالد بطيب عشان يحلوا أزمة مستحقاته المتأخرة وديا هو كان خد فيه حكم بحقيته بتلاتة مليون دولار الحكم ده الزمالك استأنف عليه وخالد بطيب رفض الحل الودي رفض الحل الودي قبل النطق بالحكم في القضية وتمسك بالحصول على اتنين ونص مليون دولار اتنين ونص مليون دولار يعني سبق نص مليون ده رفضوا او رفضوا ادارة نادي الزمالك او مسؤولي نادي الزمالك في الوقت الحالي عشان يستمر النزاع بينهما ويجي بقى مجلس الادارة اللي جاي ويحل هذه الأزمة ان شاء الله ماشي معسكر نادي الزمالك الداخلي اللي في الكاهرة شهد شهدة كبيرة من جانب الجهاز الفني للفريق بقية خوان كالوس السوريو بالسنائي السنائي مين يا أولاد شفت أنا أتقل خبر الأول بسيبة صحفية وبعد كده أقول لك السنائي مين يا أولاد أول واحد فيه مين سامسون أكينيولا الراجل معجب به في المعسكر الراجل معجب به في المعسكر يا ترى يا هل ترى سامسون يطلع قماشي الموسم اللي جاي الراجل يورينا صورة مختلفة الله أعلم خلونا نشوف أشهد أيضا به مصطفى شربي والأداء اللي بيشتغل به في المعسكر وشايف أن الاتنين ممكن يبقى ليهم مجهود أو شغل محترم في الموسم الجديد طيب كمان السوري ومدير الفني للزمالك تمسك باستمرار السنائي عمر السيسي ومحمد أشرف رؤى مع الفريق وقال أنه ما ينفعش يمشوا من الفريق في الوقت الحالي في ظل عدم قيد لعبين جدد أو ضم لعبين جدد بسبب إقاف القيد فهو شايف أن عمر السيسي وأشرف رؤى ممكن يعمله اللي هو عايزه أدام مفيش تدائمات جديدة فرفض أشخاص عندهم الاتنين عروض راجل رفض تماما أنه هم يمشوا كمان المشكلة دي لسه قائمة كان دايما فيه وعود أو فيه كلام أو فيه خطوات أنها تتحل بس لسه قائمة لعابي أو لعابه نادي الزمالك جددوا طلبهم لمسؤولي النادي بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة قبل مباراة أرتا سولار في زهاب دول 32 بالكنفرال الأفريقية خصوصا الفريق هيسافر تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري واللقاء هيقام يوم 16 ولعابه الزمالك تكلمه كتير مع عبدالوح السيد مدير الكرة وقالوله أنه احنا محتاجين المستحقات المتأخرة في أسرع وقت قبل السفر إلى تنزانيا بس هو حقهم عشانا بقى أمين معاك هو حقهم بس في نفس الوقت يعني بيني وبينك هي صعبة الوضع صعب في نادي الزمالك يعني اللقتي مثلا ممكن أروح أقول له واحد إيه أنا تعبان وحالتي صعبة جدا أنا عايب كرة حالتي صعبة جدا ومحتاج فلوسي دلوقتي حالة ماشي اللي أنا بكلمه ده أصلا معهش فلوس المسؤول أو النادي ما فيهش فلوس طبعا عامل إيه الاتنين في معاناة النادي واللاعب فأنا لا عارف أشفق على اللاعب وأقول إنه لازم ياخد فلوسه طبعا ولازم ياخد فلوسه ولا عارف أقول إنه النادي مقصر عشان النادي دلوقتي عنده مشاكل مالية كبيرة كبيرة جدا يعني طيب الفقرة اللي جاية فيها حكاية حلوة أوي ومهمة جدا وعلمية أوي بس هي رياضية جدا تعرف القصة والحكاية مع الدكتور أيمن كلاني عطى صاحب مشروع التنبؤ المبكر بالإصابات تعالوا نشوف الحكاية ايه بعد الفاصل خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقرة زي ما تقولون كده قبل الفاصل دكتور أيمن عطى هو صاحب مشروع التنبؤ المبكر بالإصابة الرياضية هو دكتور مساعد في أستاذ مساعد في كلية تربية الرياضية بجامعة الإسكندرية هيشرح لنا ويفاهمنا يعني ايه أصلا مشروع التنبؤ المبكر بالإصابات الرياضية حاجة جديدة شوية بس هي مهمة جدا الفقرة دي والحوار ده مهمة جدا هتستمتع به هو مش مش علمي قوي هتفهم منه عليهم وإزاي كان متوقع أو تنبؤ بإصابات مكالب مش تنبؤ خيالي يعني كده لا تنبؤ بعلمي دكتور منور الدنيا مشرف وسعيد جدا متواجدك معنا ربنا خليك السكري الحمد لله كل خير الأول اشرح لي المشروع عشان بس أنا والسادة مشاهدين نفهم الفكرة الأول هو في البداية الموضوع ده كان عنوار رسالة الدكتورة بتاعتي في 2019 والحمد لله رب العالمين بعد المناقشة تم تسجيلها في وزارة البحث العلمي برقم 4328 بتاريخ 6-6-2021 هو الموضوع ممكن يكون لأول مرة يظهر في مصر ويكاد يكون لا أبالغ إن كان عالميا اللي هو البركاستنج انجري برو جراميج يعني إيه عشان نوصل الموضوع بصورة بسيطة قوي أرجوك للسادة المشاهدين وكمان أغلب الناس الرياضيين اللي هو ممكن تكون الموضوع لسه جديد على ما سماهم وده لنا متوقعهم بصورة يقولك يا عم ده يعني هو مفروض دكتور يعني بيقولنا حاجات خالية ما هو مش عارف إيه لا بصورة بصورة بسيطة أوي حنحاول نوضع الموضوع قدام للناس كلها ياريت أنا والأستاذ كريم لما بنتواصل بنتواصل من خلال دي في الأول وفي الآخر وسيلة اتصاب صحيح الكمبيلر أو اللي بينه وبين حضرتك هو وسيل الهوى اللي بياخد الكلام بيوصل لما عليك ممتاز طيب أنا لما نقل الكلام ده كله بقى عشان أتعامل مع آلة الآلة ما بتفهمش غير اللغة واحدة اسمها بايناري كود صفر وواحد كود سوناقي صفر فولص ما ينفعش ما يصحش خطأ واحد يمشي تمام طيب لما جي بقى أعلم الآلة بروغرامنج في لغات كتير في بايسون دي أعلى لغة برمجة موجودة دلوقتي في جافا وجافا سكريبت بتشتغل بقى اللغات دي وبتاخد الكلام أو الأوامر اللي أنا حطيتها في البريم بتاعي بتبدأ تنفزها في صورة صفر وواحد ده اللي بيحصل طيب لو جينا قلنا بقى حنسى في مرحلة الصعوبات دلوقتي حنسى ما بسطناش اللي حنبصت خالص دلوقتي اللي حنبصت خالص دلوقتي اللي حنبصت خالص دلوقتي فأزبوره عشان الدنيا هيبقى فيها ببساطة اللي حنروح بس نبقى برضو علميا الموضوع إزاي فضل الرياضي في المقام الأول هو إنسان صحيح زيه زي أي حد بس الرياضي ده طبقا للملعب وللمجهود البدن اللي وقع عليه ولزروف الملعب نفسه والمنافسات متطلب يفوز مش لازم يتعادل أو هزيمة لكن إيه بقى اللي بيتم من خلال البرمجة والعلم ده عشان أبدأ أتوقع حدوث الإصابة هو ده اللي نازل نتكلم فيه دي الوعد عظيم جدا هنتكلم فيه هنتكلم فيه سوي هنروح لفاصل وهنتكلم فيه تفصيلة بس إحنا تكلمنا على العلم إزاي بقى نتعامل مع الإصابة نروح لفاصل نرجع لنكمل خليكم معا يعني بحقكم مرة أخرى يا سب شرفني الدكتور أعمل الكلاني عطى صاحب مشروع التنبؤ المبكر بالإصابة قبل الفاصل كانتكلم في شوية أمور علمية يعني إيه الموضوع تعالوا نطبق عمليا بقى على أرض الملعب إيه اللي حصل أنا سؤالي عشان بس إيه نبدأ نعرم من الناس هل طبقت الكلام دوت في ملعب على لعبين على فرق وتأكدت فعلا أنت كنت تنبأت فعلا بالإصابة على مستوى علمي يعني تعالوا نشرح الحتة العلمية في أرض الملعب على مستوى أسماء معين هو كان الحمد لله رب العالمين بتوفير الله عز وجل بعد السيستم بدأ يظهر في الثلاث وحدات الرئيسية بتاعته ده كان توفير الله عز وجل لكم نحن أصحاب الفضل في تحديد إصابة الكابتن علي معلول في ماتش الباير مينشن والأهل في كاس العالم اللي عندها في الثلاث الثلاثة وعشرين ده كان كرامب في الجاستر وكماس مصص كان تقلص عضلي شديد والحمد لله رب العالمين الجازي الطب استجاب للنتيجة اللي طلع وبناء عليه خرجوا كابتن علي معلول في الماتش ده لا فمعليش فاهمين بس عشان أنا فهم أنا عايزة أنت دلوقتي كنت قلت للجهاز الطب للنادي الأهلي أنه علي معلول هيجيله إصابة مثلا وتنبأنا كمان بالإصابة بتاعت أكرم توفيق تانية واحدة واحدة هنوصل لأكرم بفعلة مثلا عشان الحتة دي ناس تفهمها دلوقتي تنبأت بالإصابة هتعلي معلول فقلت للجهاز الطب للنادي الأهلي الراجل ده هيتصاب ده مصاب ده ممكن يحصل له إصابة دلوقتي طيب فحصل له إصابة بالفعل طيب أتصاب خلاص هو أجل أخذوا القرار قبل حدوث الإصابة قبل ما يتصاب وخرجوه عشان كده خرج بدري بالظبط خرج في دياء 21 قبل حدوث الإصابة بدقيقتين و24 ثانية بالظبط حتى الإعداد لو ممكن بس يجيب لنا صورة الملعب عشان الناس توصل الفكرة باختصار نجيب صورة الملعب هاته صورة الملعب يا جماعة بتاعت الدكتور دي يعني دلوقتي أنت بتوصل معهم إزاي السيستم كله هاشرح هتشرح السيستم كله دلوقتي ممكن لو الصورة تبقى قدام حضراتكو بس هنعرضها حالا هم بيجيزوها دلوقتي صورة تانية الملعب هي دي يعني لو حضراتكو شايفين دلوقتي الملعب ده دلوقتي سبع نقاط حمر في الاتجاه الشمال وزيهم أصفر في اليمين وخمسة زر الملعب بيبقى بالشكل ده الملعب بيبقى 19 بوينت قبل كل شيء الملعب ده لازم يكون متقاس عليه الجي ماكس بتاعته الجي ماكس ده اللي هو معامل امتصاص الأرض للعيب بمعنى اللعيب بيطلع جانبك فممكن يقع فوقعته منتصاص الأرض ليها قديه هل الامتصاص ده بتاعه يساوي الجي ماكس اللي احنا محددينه في النقط دي ولا لا بصورة بسيطة عشان الناس تفهم أو أنا لو جريت على أرض صلبة دلوقتي ووقعت معامل التأثير بتاعي هيبقى زي ما بجري على أرض رملية الأرض الرملية حتشيل حيتوزع الوزن كله على الأرض فبالتالي رد فعل الأرض اللي هي هيبقى ضعيف فاحنا بنحدد هنا في التساعتاشر نقطة اللي الناس شايفاهم الجي ماكس بتاعت الملعب كلها والنقطة دي مش موجودة في مصر والساس كريم الجهاز ده مش موجود هنا ولا يعني أغلب الشركات العاملة في صيانة الملعب بتطبقه عموما الجي ماكس للملعب الصناعي ما يقلش عن 200 حلو والملعب الصناعي ما يقلش عن 150 أنا برضو عايز أعرف إنت إزاي تواصلت مع الجهاز الطب وإزاي قلت لهم إن اللي عدا يتصاب وإزاي خدوا قرار ثقة في كلامك تبقى للأمور العلمية دي أوكي بعد الصورة دي ما بتظهر والإياسات دي بتتم إحنا بنجيب منها على الملعب حاجتين حاجة اسمها الجي ماكس وبنحددها في التساعتاشر نقطة النقاط دي يا ساس كريم بنعمل بينها كده وبين بعضها خط عرضي فالملعب بيبقى لوكرازايت بيبقى فراغة شبكة اللي وزنه تقيل من اللعيبة بيبدأ ياخد الخطوط دي وينزل أوكي بنحدد بعد كده حاجة اسمها الترف دينستي الكسافة بتاعت العش بجوه الملعب قد أوكي بمجرد الملعب ما بيبدأ زي الكاميرات اللي السادة الأفاضل كده بيبسوا بيها الصورة ما بتجيش عندنا كده خالص يعني أنا ما بقى بقى شايف أكرم توفيق شورته فانيلا أنا ببقى شايفه سكيلتون هيكل عظمي جاي بنفس التزامن اللي طلع من الصورة سواء كانت الصورة رو أو جيبك حل فبنحلل الصورة دي فيديو أناليسيز موشا ريلي طايم بتتحلل بسرعة في نفس التوقيت طيب أوكي عشان أعرف إزاي أتواصل للنقطة اللي حضرتك قلت عليه الأول أنت عشان أنا عربت أنا كده قريت الحوارة كنت برضو تايا شوي أنا عشان أن دلوقتي لما بيجي لك اللاعب دوت بأي صورة ما بتعرف دلوقتي أنه هو عنده مشكلة في أرض الملعب يعني عنده مشكلة في التعامل مع أرضية الملعب فيه مشكلة في عضلاته فيه مشكلة في رجله بزرط فبتبدأ تتحسسها في الراجل ده يبدو أنه عنده مشكلة يعني مثلاً حاول لحضرتك صح كده بزرط بس أنا بحاول أبسطها أنا مش بكلم علمي لا 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 بس هو بزرطها قوي عشان أفهم وأستاذ مش هديني يفهم فضل مثلاً أنا بعمل حاجة اسمها فيه برفع من على اللعيب 12 إياس أوكي الـ 12 إياس دول أهم أهم واحد فيهم حاجة اسمها الجيت سايكل الخطوة بتاعته شكلها إيه كده يعني الناس بتبقى شايفة ده الإكس وده الواي ده المحور الأفق والرأسي الناس بتبقى العددات اللي ظاهرة تحت دي يا أستاذ كريم المعدل والقدرة الجنرال باور بتاع اللعيب إيه بمجرد اللعيب ما يوصل للمرحلة اللي أنا محددتها بيبدأ الجهاز يعمل ألارم إنذار الراجل ده ممكن يتصاب الراجل ده ممكن يتصاب طب بناء على إيه أي عضلة أو أي لجامنت جوه جسمنا محتاج حاجتين عشان يشتغل محتاج بلد فلو من القلب والقلب ما بيطلعش غير بلد دم أوكي طيب الكسافة النوعية بتاعت الدم هنا عند الرياضين عند نبض 160 من 1050 ل1060 أوكي كل نبضة من القلب بتطلع 70 سنتيمتر مكعب دم لا هتقول يا غماعة تانية عشان عايزة أسألوها لحاجة مهمة فببدأ أعرف الجاستروكيميا سماسز العضلة التوأمية وصلها دمي أبدي حلو إنقلت عن 18 ميلي جرام أبدأ الجهاز يقول إيرور اللعيب كده هيدخل في رابشق في قطع اللعيب كده هيدخل في كرامب في تخلص هاي أوكي أنا عايز بيس أفهم دي الصورة اللي هنيك دي ليه يا زاد دايت تمام حبص حسألك هسألك الصورة دي صورة اللي على السي Bag دي صورة اللي المشاهدين شايفينها حلو جدا الصورة اللي على السي sabe بقى ما هي الأسهم الخضرة والحمرة والزرق أنا أسهم الخضرة والحمرة والزرقة إحنا نبينا للمسلز لون أحمر بحكم أنها كتلة فبتأخذ المسلز عشان الداخل تدخيلها لعضلات اللي جامينة بتاخد الويت لون أبيض ولمفصل الأخير مفصل الكاحل وبيبقى اتجاه الأكشن فرصة رد الفعل الأرض عشان الجي ماكس بيتأس عليه أكي العددات دي بقى اللي حضرتك شايفها في الجنب دي بتدي لي مثلا عزم الرجبة دلوقتي كان كان أكي حالة الرباط الصليبي دلوقتي إيه وده اللي انت بيه عرفت قصة أكرم توفيق بالضبط كده لأن أكرم توفيق اللي الناس مش عارفاه في إصابته هو كان جاي علميا علميا أصعب مشكلة لأي لعب كورة واللي حصلت بالفعل تيبكل لمروان محسن قبل ما يمشي جاء لأصابة جديدة قوي أصعب متغير هو المهم أن تقفق نهرشي عزم القصور الزاتي أثناء الدوران هو جاي بدوران شديد فإحنا عندنا دايما بنقولها كده كل ما هو خلفي مجموعة العضلات اللي في الخلف وأقواهم اللي تسمع الزرصاي كل دي اسمها محركات دفع حاجة بتزق الأدام لكن محركات السبات أو مركبات السبات اللي بتمتصل حركة هي اللي جاملت وخاصة الرباط الصليل فهو جاي بعزم دوران نص دايرة قطرها خمستاشر وستاشر من مية وجاي بسرعة تسعة وعشرين كيلو في الساعة تسعة وعشرين كيلو متر في الساعة وداخل بدوران شديد فات أطعت أكرم توفيق مشكلته الرئيسية أن الرجبة مستحيلة يا أستاذ كريم توصل للمد الكامل في الجاري فبتبقى فيه حاجة اسمها سويمينج وفيه مرحلتين والاتنين ما بيدوش بلانس ما بيدوش اتزان واحدة ستين واحدة ربعين هو جاي بسرعة كبيرة قوي ودخل في ثلاث زوايا مختلفة للقدم يعني دخل الكالكينيس العاقب اللي هو متصل بالأرض دخل في زاوية 106 ودي أعلى كتير قوي والناس فهم يعني يعني فيرجن وإفرجل للقدم دخل الطبيعي للقدم 45 هو دخل في الزاوية الأولى 102 أنا بس أنا بعتزلك أنا بحاول أبسط الموضوع نتحدث بشكل علمي رائع يعني السادة المختصين أكيد مبسوطين من الكلام ده السادة دايما بحاول أبسط للسادة المشاهدين هل أنت تنبأت بإصابة أكرم توفيق قبل ما تحصله؟ التانية التانية بالصبب الإصابة التانية طب لما تنبأت ليه ما تاخدش أكشن أو ما حدش ما سنخرجه أو والله يا أستاذ كريم أنا قابلت الدكتور محمد شاوي رئيس عضو مجلس الإدارة في النادي الأهلي وراجل كريم جداً طب وقرمني ببيته بصراحة جميل قال لي أقعد مع الدكتور أحمد أبو عبلا وأعدت فعلا مع الدكتور أحمد أبو عبلا صديقه وأخي الفاضل يعني طب وقال لي نطبق الموضوع في الأول على ناشئ الأهلي أه أوكي فما كنتش أنا لسه جبت الكاميرات اللي بتحول الصورة اللي الناس شايفاها الماتش العادي لسكيلتون أه ما كنتش لسه خلصت المرحلة دي للموضوع ده أه فما كانش فيه تواصل ما بينه وبين مجلس إدارة الأهلي أو الدكتور أحمد أبو عبلا شخصياً خلال الفترة دي والناس الجراحين فاهمة أوي والأطباء فاهمة أنه الرجبة لو تفتحت مرة لازم تتفتح تاني ياه ليه بقوا أستاذ آه يعني أدام جالوا صديب وعمل عملية فهيعملها ما تاني حضرتك بمجرد ما تدخل جراحة بتعمل تشينجو كومبرتمينتل الأناتومي بتغير الشكل التشريح بتاع الرجبة وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم فالمسافة ما بين لقمة الفأزم اللقمة بتاعة الفاغت من الداخل الخارج هي واحد وسبعة سنطر تمام بمجرد الصليبي ما تعمل فيه عملية بتوسع المسافة ما بين الغضروفين فلازم ييجي حاجة تانية اسمها الغضروف الداخلين فده اللي حصل بالزبط في حالة أكرم توفيق طيب دي حكاية في حكاية كنا قبل ما نخش على هو قلتلي هكلمك عنها وكاية حكاية مسيرة للاهتمام يعني انت قلتلي ان انت عامل مقارنة ما بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح اوكي ايه بقى تفاصيل عنها؟ هم متشابهين في حاجات ومختلفين في حاجات يعني احنا كلنا بنتمنى أبهى صورة للكابتن محمد صلاح طبعا طبعا ده صورتنا المشرفة برا في فرق بينهم في حاجات بسيطة قوي او على العلم التام من كلوب شخصيا يعني اه صرح قبل كده قال صلاح نفسه ما بينقارنش نفس بميسي يعني هو ما تشغل باله بالأمر ده خالص محمد صلاح ده على مستوى الفني اه اما على مستوى العضلي احنا لو جينا بالصينة مثلا للكابتن محمد صلاح هتلاقي طوله متر 74 او متر 75 وزنه 71 كيلو هتبصوا على مستوى هتلاقيه متر 69 و 67 وزن اوكي اللي اتنين يا استاذ كريم بلعاب من نقطة رقم 13 اللي احنا لسه محددينها دلوقت في الصورة اوكي صلاح فيه اربع مزايا بمجرد الكرة ما تيجي فيه فريجلي صلاح صروقته عالية قوي بالكرة 35 و 21 كيلو متر في الساعة مز 32 و 50 كيلو متر في الساعة يعني فيه فرق كبير ما بينهم ومبعضيهم تمام يعني دول السبعة اوكي التمنة هي اللي هناك عند الكورنان صلاح بيبدأ من 13 بعد خط النص على طول ب11 متر 91 سنتر هاي دي النقطة المفضلة اول استرط صلاح هاي اوكي صلاح شخصيا لما بيدخل بيدخل بقطر دايرة واسعة اوكي فعشان كده دايماً كور صلاح من الاتجاه دا بتروح في مين الجون صح صح بس ما يلاحظ على الكابتن محمد صلاح في المنطقة دي ميسي اكثر دقاً في وضع الكور السابتة وكورة المتحركة من مكان دا من قدام المنطقة لسببين ميسي عنده عضلتين موجودين في الناس كلها البلانتاريس دي تحت الجوستر وكمس مصر بس دي تخص الدقة في التصويم فهي دي من بتبقى صعبة على الجول بسبب الزاوية اللي هي رحة فيها اوكي لكن الكابتن محمد صلاح بيتفوق فيه تلات نقاط اساسية رقم واحد عزم القصور الذاتي بتاع الرجب عالي جداً بسم الله ما شاء الله الكيتي الف بتاع حسابات الرباط الصليبي عنده يعد السبعمائة واثنين وخمسين نيوتن على المتر يعني احنا نتمام له السلام يا رب ويحفظه ربنا سبحانه وتعالى من اي اصابة الفرق الوحيد ما بينهم اللي واضح خلال الايام دي كلها هو البرمجة العصبية ميسي بيقدر يعمل اسكان للملعب كله وده اللي كان بيقول عليه الكابتن ابو تريكا في الكورة بتاعة منتخب هولندا في كأس العالم الاخير هو شاف مقالينا ازاي هو بيقدر يكون صورة للملعب وتراك كامل للناس خلال تسعة دقائق الكابتن صلاح عنده المرحلة دي عند اتناشر تلات تشر دي حل دكتور العلم ده او الفكرة دي او المشروع ده هل فيه اندية في مصر كتير هتستفيد منه الفترة اللي جاية هل انت تواصلت مع اندية هل فيه اندية فعلا ايضا احنا هنشتغل معك في الكورس والله هو الايم الرئيسي للموضوع ده الاندية كلها بتعاني جدا من عدد الاصابات يعني احنا لو جينا بصنا على سيزن اللي فترة عندنا 129 اصابة جوة مصر في الدوري فاحنا بنحاول نعمل اصباط ان احنا نقل لعيبة من قبل حدوث الاصابة وطبع مش تعملها بالنسبة 2% ولا ما كدش بقى فيه اصابات في العالم مصر والله هو كورس بتاعتها كتجريب دلوقتي من 92-94 ايه احنا ممكن بيبقى شفيه اصابات هو لا احنا يعني فيه اثنين اهم تلات اصابات رسالس كريم اللي تبعد الرياضي هي الليجامنت الاربطة وخاصة الصليبي طبعا اوكي طبعا يليها على طول المنسكس الغضاريف يليها على طول اصابات العضلات فاحنا بنعمل في المشروع اللي احنا نشتغل كلنا على الطرف السفلي صح وكلنا ده الاهم بالنسبة لنا طيب هل فيه اندية تجاوبة مع هذا الامر او لسه والله احنا لسه في الفترة بتاعة البس التجريبي هو الوحيد اللي عنده علم بالموضوع كاملا هو الدكتور محمد شوقير رئيس اللجنة الطبية في الاهلي وعضو مجلس الادارة ده بس لكن فيه اندية بر مصر العين الاماراتي كنت انا هناك من حوالي اربع من حوالي تلات اسابيع وبدأت اطبق الفكرة هناك الحمد لله رب العالمين هاي وفيه قبول كبيرة عليها بس انا هدف الاول واخير بلدي ولعبتي طبع ومصر صراحة يعني طبع فانا يعني ايه بحاول من خلال الموضوع ده او العلم ده ان انا وصل مثلا يعني مثلا لو جينا قلنا هنا في مصر اعلى ثبات مفصلي لمفصل الرجب جوة اللعيب المصريين المحلين هو حمد فتح اعلى قدرة عامة في مصر دي الوقتي قبل 16 مارس الماضي هو زيزو كان 16 مارس الماضي هو اليو ديانج لو جينا بصنا لهم بالترتيب دلوقتي زيزو محمد عبد منعن اليو ديانج في الفترة اللي احنا فيها ده ببساطة على المستوى البدني هو اقوى لعب هو زيزو ويه قدرة بدنية قدرة بدنية اعلى بدنية في مصر اعلى تردد خطوة في مصر هو محمد هاني يعني ايه تردد خطوة يعني عدد خطوات كتير وقاطة مسافة اعلى اه اوكي يعني متوسط صلوة محمد هاني هو معاي الكورة عشرة اتنين وستين متر على الثانية اوكي 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 لو جينا مثلا ما عرفش يعني هو حالته ايه دلوقتي بس هو كان نهي سيزون بحمد لكتك علي قوي عدد الستة الستة من مية العضلة بتتعب قوي ساس كريم وبيبدأ الاجهاد وبيبدأ الارارمي يشتغل او الانظار يشتغل من ثلاثة من مية الستة من مية لم يزيد اللاكتك اللي عنده الحالة دي دلوقتي في مصر والسولية بس فانا ما عرفش حالته ايه دلوقتي كعمر السولية لانهما بقبرة مصر تقريبا في النمسا بس هو اخر خمس تحليلات او اخر خمس مية شاتلي الدنيا مش مزبوطة قوي في المصر ترك عزم القصور بتاع او العزم العضل بتاع عضلات الفغد وخاصة الفصص ميدياليس اللي هي المتسعة اللي بتاع اللي عاملة على الركبة من جو دكتور انت حقيقش رفتني ونورتني واعتقديني احنا محتاجين حلقات تاني كتير ان شاء الله لما الموضوع يزيد تطورا وانتشارا بإذن الله امشكرك شكرا دكتور ايمان الكلاني عطا استاذ مساعد في كلية تربية رياضية بجامعة الاسكندرية وصاحب مشروع رائع جدا مشروع الاصابة او الكشف عن الاصابة الكشف عن الاصابات المباكة استاذ من حضرتك بس اقول حاجة تحت عمرك انا اولا بشكر بس من المكان ده يعني حد كان صاحب فضل عليها كتير قوي ورحمة الله عليه وكان استاذ وعملاق الاصابة في مصر دكتور مصطفى طاهر رحمة الله عليه رحمة الله عليه ابنه احمد مصطفى بيلعب حاليا في الاغدود السعودي طبعا طبعا وبشكر كل اسد زيتي جوه قسم الانوم الحياة الصحية رياضي في كل التربية رياضية جامعة اسكندرية واخص بالذكر الدكتور علاء عليها والدي شكرا شكرا جزيلا دكتور لست مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد أبو علي واحمد الهواري معاهم كواليس كثيرة مهمة خليكم معاهم موسيقى يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة الزملاء العزاء أحمد هواري محمد أبو علي كلام كثير وكواليس كثيرة من الزمالك والأهل والزمالك هواري منور الدنيا ومشرفك العاد كيمو مسال فل تحياتي لك ولكل المشاهدين مبسوط دائما أنا معك في القناة وعلي منور الدنيا وبقى لك بقى لك بقى لك ما شفتناك حيشة الله كريم بقى لك أنت نور الدنيا ومتقلقين زي ما أنتم مكسرين الدنيا يا ربي خليك ما كله كويس أنا عجب أن الفقرة اللي قابلي ده اللي قابلينا دي عبقرية عبقرية وجديدة حتى لما كنا أتكلم مع الدكتور قبل ما نخش موضوع مهم جدا وأتمنى نستفيد به هنوفر على نفسنا غياب لعيبة كتيرة جدا عما تشغط مهمة وملايين وانت فيه مع الأسواد دي لما بتوعد فلوس وحاجات ملايين بتطير علاج والعيب بتديهم فلوس وقود وتستفيدش منهم طيب بالتأكيد هبدأ بيك هبدأ بيك ليه عشان الحدث رجل حباس كم ساعة وهيكون في مصر إن شاء الله مودست هيبقى موجود في مصر إمتى إن شاء الله بكرة العصر يعني ممكن تلاية أربعة بالكتير قوي هيكون موجود إن شاء الله هو وكيله أمير توفيق في القاهرة يمكن كل حاجة خلاص خلصت الناس كانت بتكلم على الكشف الطب نحن قلنا إن هو هيعمل الكشف الطب في سويسرا والموضوع خلاص يعني مودست في الأهل رسميا الأهل هيعلم بكرة رسميا عن الصفقة يعني بيسبقوا الزمن دلوقتي شهاللعب موجود في المعسكر يتعفف فريقه يسافرهم 12 عشان مباراة السوبر فاللعب بدنيا جاهز طبيا جاهز ذهنيا خلاص بيحضروا دلوقتي وكولر زي ما أنت قلت بيتكلم معاه عشان عندنا ارتباطات مهمة هل مودست ده كان حل أخير للأهل أو كان حل موجود من مدين يعني أنا عندي مفاجئة ما حدش عرفها ما حدش تكلم فيها قبل كده برضو أختصك بقى كريم إن مودست المفاوضات معاه بقالها شهر كامل شهر كامل هو ولعيب بعد موضوع سوزا متعقد والراجل الروماني بتاع جين بوك المدير الفني يعني وقف القصة كان فيه أمال إن سوزا يجي لكن المفاوضات اتفتحت عن طريق دينو لومبارتي الوكيل مارسيل كولر عرض اللاعب على الكولر وكولر يبتدى يتكلم مع قدارة النادي الأهل عليه والراجل عشان اللغة وكلم معاه ألماني وبتاعه والكلام ده فبدأ مع المفاوضات ممكن أقول حاجة بينكو سين اتفض يا ربي ما حدش يزعر مني بس أقول لك بينكو سين في وقت انت تقول مودست كان من ترشيح وكيل اللاعبين اللي هو وكيل مارسيل كولر وهو اللي عرض على مارسيل كولر مزبوض صح كده لقى لي عنده لجنة بتاعت سكاوتينج اتعرض اتعرض 50 مهاجم كابتن هانا رامزي ودارة السكاوتينج عرضوا حوالي 13 او 14 مهاجم ودارة تعقودات في النهي الاهلي برضو عرضت عدد كبير من المهاجمين شارجات تسويق وكلاء لعبين وناس كتير بعتت اللي عرف كان فيه ناس كمان بتبعت لمترجم مارسيل كولر خالد الجوادي بتبعت له فيديوهات ومهاجمين ووكيل كولر في الاخر ابتدأ يعني كل الناس كان بتحاول تخدم على حتة ان يبقى فيه مهاجم لانه مرسيل كولر كان مصمم على وجود مهاجم ومواصفات معينة بالضبط هو عايز حد طويل عايز حد هيدرز قوي هو عنده الناس الشادو سترايكر او الناس اللي ممكن تلعب على الاطراف ممكن تلعب كرة على الارض هو عايز حد بمواصفات اللي هو يتعمل له كرصات يخلص منها ويفنش منها من اول ما جاء وبيضرب العيب عشان عايز في الكسة مودست وقبل ما اروح الهواتف هي فيها كلام كتير جدا بالبونس بالفلوس اللي كان طالبها هو التفاصيل ده لك قلت أسلك عراري نجدي بس قولي التفاصيل دي أهم بس أسلك أصلا دائق في الصفقة بس خليها الأول أنا في البداية أو معلومات اللي عني عن الصفقة ان الصفقة كانت مرت بمطبات كتير الراجل نفسه كان عنده أمل انه يلعب فيه فريق ألماني وجلوا أكتر من عرض لكن يعني الموضوع ما بقاش بنفس القوة مع مرور الوقت الوكيل بتاع لما بدأ الكلام كان بيكلم انه عايز 3 مليون دولار في السيزون الواحد طلب بونس ما يقرب من مليون دولار 250 ألف في حالة أحراز المودست عشر أهداف 250 ألف في حالة تحقيق لقت دورة أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي 250 ألف في حالة تحقيق مركز متقدم في بطول الكاس العالم الأندية و250 ألف امتيازات أخرى خاصة به بطولات ومشاركات وعدد مطشات وحاجات كده فالنادي الأهلي طبعا مبتدى كابتن أمير توفيق وعشان بس ما نظلمش الراجل ويدي له حقه ورا ما زلته مصمم ان هو الراجل لازم ياخد حقه عمل دور قوي جدا في انه نزل المتطلبات أو غير الراجل نفسه كان طالب ما يقرب من 300 ألف دولار كوميشن أو عمولة ليه خاصة به من النادي ده طبيع انت عارف الوكلة وشاركات تسويق بيطلبوا فلوس بخلاف العشرة في المال اللي بياخدها من اللاعب فطبعا كل الحاجات المالادي تم تخفضها واتفقوا كان الأهلي عنده رغبة ان يبقى سنة واحدة الراجل كان عايز يبقى سنتين فاتفقوا في الآخر ان يتبقى سنة والسنة التانية بحسابات معينة يعني اللعيب لو شارك في مثلا 75% من المباريات اللعيب لو سجل بالتبعية بيتم التجديد بين الطرفين لو ما وصلش للنسب المشاركة المعينة دي أو الهداف المعينة دي بقى ما فيش سنة تانية بالزبط يعني حطين كده ايه حاجات معينة الموضوع برضو جي في الآخر ووقف على بعض الطلبات واصلاء اصلا اشوف أسرتي طب اشوف الدينة ممكن يجي لحاجة ويتمرر مع أحد اللي اندية في الدرجة الرابعة هناك مش عشان يلعب معهم هو بيجهز نفسه ليه الخطوة بتاعته أو الانتقالات بتاعته اللي جاي أو النادي اللي هيروح فحصل شوات مطبط لحد في الآخر كان ممكن فيه لعيب أفريقي كان دخل بقوة انه هو ممكن يبقى صفقة النادي الأهلي وكان مرسيل القرى مقتنعة به لكن كان مودست بالنسبة له هو الاختوار الأول قدر يوصلوا للمرحلة انه هم خلاص وصلوا مع الاتفاق واتفع لكل حاجة سافر أمير توفيق لسويسرا وعملوا أكتر من ميتيج مع دينو لامبارتي اللي هو وكيل يعني في المكتب بتاعه وكيل مرسيل كولر وفي وجود اللاعب وجود الاجنت الوكيل بتاعه يعني واتفع لكل حاجة وقال له عرفته أن اللاعب خلص ومضى مع النادي الأهلي وعمل النهاردة كشف طبي حسن ما اسمعته يعني في سويسرا هناك كان قوي جدا وجهة ناظر بقى تسألنانا كرجل بتاع كورة ليفل تاني خالص لعيب انت جاب مهاجم بروسيا دورتمونت مش جاب لعيب صغير حتة السن انت مركز راس الحربة ما بيطلبش أو ما بيحتاجش مجهود مثلا بتاع الديفندر أو بتاع صاني لعيب انت عندك هنا عبدالله سعيد 38 سنة واحد من أفضل لعيبة في الدورة المصر أو في كورة قدم مصرية أحمد فتحي نفس الكلام عندك طريق حامد حتش اختلف على طريق حامد والمجهود بتاعه الناس دي بتتأس الصح واقف على رجلها الصح مش كبالك كبير في السن لعيبة كتيرة وليس اليمان مبطل حسام حسن لما راح الزمالك كان عنده 33 سنة أو 34 سنة زي كده مع كامل كل بقى الاحترام لكل اللعيب لكلهم لا لا أنا بكلم في لعيبة أثرت في الكورة المصرية وصلناها كبيرة ليس بس كده دول العيبة بلعب في الدولة المصر احنا جاي بلعيب مبالك بقى بلعيب كل الانتقالات بتاعته في أندية كبيرة سواء في فرنسا أو في ألمانيا صحيح فلعيب حتى لما راح الدور الصيني عمل معهم شغله كويس أرقامه بغض النظر السهل فاتت بتقول حاجات كتير لكن معلومة أو حسب المعاوط اللي جات لي أن التعامل النفسي والإنساني مع مودست بيفر معه جدا زي على غرار بيرستاو برافو عليك جاي لك يلا بي لحظة كتيرة أنت جنسة كليل أنت طبعا نقول تخلص أبو علي بسرعة ونيجي ندردش ما عارف شعرف ليه الأمور عندي مش حدي عندك كتير طيب أول حاجة هبدأ بيها قبل بقى ما يدور في كل فيما يخص الأزمات المالية والغرامات والكلام ده كله هسألك على زيزو هل موضوع زيزو كده تقفل مع قفل القيد في الدوري السعودي كان الكلام على أنه هيروح الشباب قد تقفل في الشباب فخلص زيزو مكمل مع الزمالك زيزو مكمل مع الزمالك الأسبوع اللي فات فتحنا السيرة دي وكلمنا أنت أشهد لك أنا الأول قبل بنت تتكلم الراجل ده يا جماعة كما قال الأسبوع اللي فات وقال لي زيزو مكمل في الزمالك الناس كلها بتقولون زيزو هيروح لآخر لحظة الدوري السعودي مع فريق الشباب والراجل هواري شهادة حق القصة قفلت وأنا ما تكلمنا وفتحنا الموضوع قلت لك زيزو الموقف مختلف المرة دي كان فيه ترحيب من المجلس المستقيل عشان يستفيده ماديا وقال لك لو وصلنا العشرة مليون دولار هنبيها لكن دلوقتي كان صعب الموافقة على رحيل زيزو ده اللي تبلغ بيه زيزو وتبلغ بيه والده أن زيزو هيستمر معنا بشكل طبيعي جدا ويكمل عقده بشكل طبيعي وزيزو متواجد حتى الآن مع الزمالك ولكن القصة عشان ما نقولش زيزو قصته متهت في الزمالك لأن فيه قصة تانية وهي قصة المستحقات طبعا زيزو كل اللعبين زيزو كل اللعيبة برافو عليك كريم لأنه مش عايزين نختازل قصة المستحقات في زيزو لأ أنت عندك في القائمة اللعيبة كلها بتصل لنسبة 70% اللعيبة مش واخدها مستحقتها بالإضافة لخمسة بالضبط بالإضافة لخمسة وعشرين في المية من المقدم المرسم الجديد وده اتكلمنا في الأسبوع اللي فات وهم بلغوا الإدارة وبلغوا كابتن عبدالواحد السيد بك ولكن الجديد في الأمر إزاي مالك دلوقتي في معسكر الكريم خلال الآمن اللي فاتت والنهاردة الكلام كله من اللعيبة مع كابتن عبدالواحد السيد عايزين فلوسنا قبل من سافر تنزانيا عشان ماتش أرطى سولار كابتن عبدالواحد السيد والجهاز الإداري تقريبا كل يوم يروحوا لللجنة النادي يتكلموا الوضع إيه الموقف إيه اللعيبة كريم غضبونة ومستائة وهناك لعبين لا يرغبوا في السفر إلى تنزانيا يعني هناك لعبين في الزمالك لا يرغبوا في السفر لتنزانيا لأن أنت سفرت وروح تلعبت بدأت الموسم لو تلعت تتكلم هيقولك أنت إيه ده والماتشاط والدقوري والقصة أنا بامس ومراك أنت بتقولي دلوقتي فيه لعيبة في نادي الزمالك مش عايزة تسافر تلعب المباراة ده فيه لعيبة ما حضرتش بداية فترة الإعداد كمان بسبب المستحقات آه طبعا أنا عايز أعرف بالبلد يا كريم أنا عايز أعرف رأسي من رجلي أنا عندي 70% تقريبا أو ما يقرب من 70% مستحقات متأخرة الموسم اللي خلص طيب والمفروض الوقت ده أنا أخد 25% الموسم الجديد طيب اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي بتقولك أنا ما عنديش فلوس أعمل إيه ما هو الوضع دلوقتي برضو اللعيبة يقول لك وأنا أعمل إيه مش قزمتي كلعيب اللعيبة يقول لك أنا مش قزمتي فيه لجنة هي المسؤولة مسؤولة توفر لي المجلس مش واللجنة جت فاللجنة مسؤولة عن توفير طبعا اللجنة برضو يا كريم البواب اللي مفتوحة كتير يعني أنا كل يوم تقريبا موجود في النادي والنهاردة كنت موجود في النادي فالناس وقفوا برضو الموظفين عندهم مشاكل العمال عندهم وللتبات متأخرة فاللجنة بتحاول الرضاية الأخرى غير كرة القدم طبعا مشاكل بالجملة مديونيات الاتحادات طبعا بالضبط مديونيات الاتحادات فأنت عندك بس معلش أنا أعسلك سؤالي هو اللعيبة لسبرة الفترة اللي فادي كلها مش قد تصبر اللجنة انتقالية هيجي بعدها مجلس فأصبر لحد بالمجلس مش برضو رد يعني أنا بحيب أرد في الحتة دي الناس بتقول لك يعني إيه إقصات دا بيأخده هو بيأخد يعني اللي بيأخده إقصات يا جماعة هو بيأخد مليون جنيه مثلا في السنة على سبيل المثال يعني مليون جنيه في السنة بالضبط فعنده سممائة ألف عنده سممائة ألف إقصات بالضبط مقسمهم على إقصاته حاجته حياته طبعا اللي بيأخد 25% بدأت الموسم صح كل فترة بيصرفلو 10% بالضبط كابتن عبدالوحد السيد النهاردة وعد اللعيبة اللي هو منعروح لللجنة بكرة أو بعده بالكتير اللجنة وفقا للوعد الأخير أنه هم بلغوا كابتن عبدالوحد السيد يبلغ اللعيبة قبل الصفر لتنزانيا هيكون في جزء من المستحقات نازل للعيبة بالكامل عشان يقفلوا قصة المستحقات دي لأن أنا بقولك هي كنبلة موقوطة جوانات زمانك في الوقت الحالي طيب هو السؤالة الكريمة علش أنا أخرج بره السياقش أنا عارف ما فيش وقت هل كان بيع زيزو حل سحري للزمالك أنا عارف إن خالب بطايب الشاري ده هيجي حاجة للزمالك وفي حاجة تاني بتغالب باتشيكو أو حاجة زي كده جاية بمبلغ لا لا هلأ خاصلك الكسرين لا لا هلأ خاصلك العرض اللي جيت زيزو في نازل زمالك مش هو العرض اللي كان مغري أو العرض اللي خليهم يبيعوا زيزو فهما حسبوا حزبة إيه أنا مشان زيزو بالرقم اللي جيه آخر رقم جيه من الشباب لا هيبقى الخسارة أكبر بكتير من المكسب ومش هستدد بيه كل اللي احنا عايزينه على عشان الرأي لا لا عشان رأي أنا رأي كان زي رأي المجلس الجديد هيجي آه مع كلام بتاع خالب بطايب وكلام اللي بنسمعه آه وخد بالك النادي الناجيري بتاع أتشنبونج ده آسف بتاع سامسون ده نادي واحد من النادي فيه أكتر من نادي رعال لسامسون زيزو ما كانش يحلي كل المشاكل والمشاكل هتبقى المجلس اللي جاي ده مطالب بتوفير ما يقرب من ستة مليون دولار حاجة زي كده ده غير بقى المستحرات غير الفلوص الاتحادات آه ربح الله أنا سألت مسؤول في الزمالك يا سيدي ما تبيع زيزو أنا رأيي زيزو عش تحلي بقى المشاكل دي كلها وتجيب لعيبة لكن الرقم اللي جيه مش هو رقم اللي احنا عايزينه تاني حاجة وده الاهم انه لو بعتوا بالرقم اللي هو كان معقول بس مش كبير مش ده مش هيحل كل المشاكل بالعكس الفلح هيبقى عندها مشاكل اكتر في غياب زيزو فهو ما محسوش انه في الفترة ومش هتقدر تعوى ده كريم ودي مشكلة يعني انت دلوقتي عندك ازمة انت مش طرف تجيب لعيبة انه كله اللي جاب جاب يعني من الاخر اللي جاب جاب فخلاص الامور كمان بقت صعبة جدا سم يدروا الشيب طيب فيما يخص النادي الاهلي واستعداداته لمباراة السوبة لأفريق حالي المصابين مين اللي هيبقى ياهز مين اللي ممكن نشوفه في تشكيلة المباراة دا القريبة من تفكير مرسي كورر لهذه المعارضة هو يمكن في حالة من التفاقل جواه النادي الاهلي بسبب معذكر النمسا الناجح جدا حسب معرفنا يعني والانباء كلها كالجامل نمسا اللعيبة من فترة كبيرة جدا ما بدقوش موسم مع مدير فني باستفقات الجديدة بالشغل اللي اتعمل هناك برينجر المدارب الجديد اللي جي مع الجهاز بيعمل شغل يعني تخصصي وشغل تقني على اعلى مستوى شغال على اللعيبة هجمان بشكل كويس اللي عكر صف والمعسكر شوية يمكن شك وياسر إبراهيم من الإصابة بالعضلة الضمة وإصابة محمود بتولي وكان قابليها إصابة عمر السلاي لكن ياسر النهاردة يمكن شبه نزل الملعب يعني هو كان عايز ينزل وجهاز قالوله لا استنى هم عملوا اختبار بكرة الفريق لا هو بكرة فيه مباراة دي الساعة سبعة مع طلاع الجيش في جهاز الرد العسكري وبعد بكرة الفريق هيتمرن ساعة نشر الضهر ويطلع على المطار فياسر هينزل التمرين يوم الثلاث وعنده شغله كده هيعمله برضو بكرة لوحده في الملعب ويوم هيطلع خلاص الثلاث ويسافروا على السعودية عشان مباراة السوبر اتمرانه هناك أربع وخميس ويلعبوا المباراة الجمعة والسبت هيعمله قدوا مناسك العمرة ويرجاوه على قهرس ادلا لو قدرت في 30 ثانية قولي تشكية الآلف السوبر هتكون من بص هو 30 ثانية هو صعب جدا لكن الأقرى الأقرى بيبقى في حراس المار محمد الشناوي علمين محمد هاني محمد عبد المنعم ومعا ياسر أورام ربيعة وعلي معلون ناحت شمال في نص الملعب هيبقى ديانج مفيش خلاف عليه هو خلاص عرفت أنه هو يعني راجع هيلطحق بالفريق معاه مروان عطية وبنسبة كبيرة محمد مجد أفشا في مركز اللعيب الثالث في نص الملعب هيبقى في حالة سعادة مستوى إمام وريد أسلين والناس كلها يمكن صلاح محسن النهار ده برضه كلام إنه نسجل هدف علامي في التمرين لكن يبدأ أساسي صعب اللي قدام قدام هيبقى بيرسيتاو بنسبة كبيرة ومعه حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا ده الأقرب حسب القراية أو التدريبات اللي فاتت عظيم مستوى مودست في التدريب بقى أو ما يجي هيبعمل إزاي هل الراجل ممكن يفكر في ريدا سليم مسلا حساب حد لكن العرفه من فكري كولر لو بيرسيتاو وصل بدري ودخل مع الفريق وهيلعب بالتشكيل اللي هو فيه هارموني بينه بمبعض أو فيه تجانس بينه وبعض والتغييرات هتبقى فيه أثناء المباراة ممكن نشوف بقى لعيبة كتير فيه رضا على سامسون أكنول للفتحة الأخيرة حتى أنا قلت إنه شكله شكلها يدينا وش جديد الموسم الجيني بص يا كريم سامسون لما سافر هو خد أو أطول لعيب أو أخطر لعيب خد أجازة وسافر بدري العيبة يعني اشتغل هناك كويس وكان بيتابع مع الجهاز الفني والجهاز الإداري وبيبعت لهم بقول لهم أنا شغال وبيصور لهم نفسه في الجيم وشوفه الراجل كان متحفظ شوية عليه وفقا للي شافه قبل كده أو السيزون اللي فات ولكن لما جيه وبدأ ينزل تمرين وشارك مطش السكة الحديد الودي وسج الجنين بدأ شوية الناس تشوف إنه هو الأمور معاه بتصير بشكل أفضل في حاجة كمان مهمة كريم إنه هما خلال المعسكر كانوا كل الجهاز كله بطبيب الفريق الناس كلها بتتكلم معاه نفسياً بيهيقوه إنه أنت ده مسم جديد تعامل إنه أنت جاي أول مرة تيجي نادي الزمالك سيبك إنسى المسم اللي فات ده خالص ونشتهل مع بعض فبدأوا يهيقوا اللاعب بجلسات نفسية خلال تواجده في المعسكر الراجل عايز يديله فرصة هو كده كده ما عنديش أصلاً خيارات وما عنديه صفقات وعندي نقص عدد في مراكز كتير ما عنديش غير سامسون وناصر منسي فالراجل ناوي يدي سامسون فرصة هيبدأ يدفع بيه في مطش أرطع سولار الراجل عايز يديله الفرصة هناك وهنا عشان يبدأ يحكم عليه كمان في المطشات الرسمية لأن هم شايفين إن اللاعب عايز يعمل حاجة بقى الفترة دي على عكس الموسم اللي فاته أبي المختم مين هيدفع الغرامة متى سبورتينجليش بولا؟ هل فعلاً الراجل الأعمال هيدفع الغرامة؟ سريعنا يا كريم في القصة دي كان قيل إن الزمالك الساعات اللي فاتت وصلوا مليون وثلتمائة ألف دولار قيمة الغرامة وهتتسدد حتى الآن ده ما حصلش على أرض الواقع الفترة اللي فاتت رجال أعمال جمعوا نص الغرامة ولكن سبورتينجليش بولا كان رفض حطوا الغرامة في البنك مع العائد بتاعي أو الفواد يعني اللي هتيجي من المبلغ ويبدأوا يجمعوا علش يجمعوا مبلغ الغرامة ويتسدد لكن قصة إن فيه رجال أعمال جود ودفعوا بالفعل مبلغ الغرامة ده على أرض الواقع ما حصلش على حد الواقع أولي أنا بشكرك شكراً جزيلاً شرفتوا نورت حبيب يا كريم أبو علي نورت الدنيا أنا بشكرك شكراً جزيلاً بحذلك كل وقت النهاردة كان داياً وضع الفترة اللي جاية أشكركم شكراً جزيلاً دا كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا هشوفكم يا رب على الدخول